ايه اللي حلاك تمشي? لا انا مش حكاية ان انا امشي. المشيان ده يعني منذ ان دخلت النادي الاسماعيلي. انا عايز اقول حاجة برضه يا اسلام مهمة جدا. صاحب القرار. انا عايز اقول حاجة. صاحب القرار ان حمزة الجمل يكون مديرا فنيا للنادي الاسماعيلي القرار. عشان بس كل واحد ياخد حقه هو المهندس اي حياتكم. فعلا? اه طبعا. ومعاه كابتن خالد طيب. وبعض من مجلس ادارة. صاحب القرار الاول واخي. ليه? اما ال ايه اللي حصل? ما انا هقولك. اول ما كنت في اومان اتصل بيا المهندس السياحية كومي. اتصل بيا اه كابتن خالد طيب. والفكرة عندهم وبعض من اعضاء مجلس ادارة. وفي بعض رافض واضح طبيعي جدا في كورة القدم. فلما جيت من اومان انا عايز اقول له يعني مهندس سياحية. عشان البعض يقولك ان انا بقلل من قيمة القرار بتاعك. لانا بقولك انت صاحب القرار انت وكابتن خالد طيب. في ان انا اكون موجود. دي قطعا. ومين صاحب القرار في انك انت تمشي. وبعد كده ما انا هقولك. وبعد كده ان انا ما توقيتش المسؤولية. ما جيت من اومان برضو صاحب القرار والمتحمس ليه القرار. وليس الكواليس. لان انا هتكلم في الكواليس. كواليس القرار. صاحب القرار المهندس سياحية الكومي. لان او كان متحمس. وعارف قدراتي وعارف كده. ومعاه كابتن خالد طيب. ومعاه بعض من اعضاء مجلس ادارة. ده قولا فصلا. انا جيت. بنسبة قديق كانت النسبة التأييد لحمزة الجمل داخل مجلس الادارة. لا نسبة خمسين خمسين. خمسين خمسين. خمسين خمسين. اه كان فيه. مش نسبة كبيرة في المعارضة ان يبقى خمسين في المية مش عايزين المدير الفني. خمسين والرئيس ليه الحق. انا فاهم ان الرئيس في التوئيد ده. نعم. بيبقى بسطين. لكن هي مش نسبة كبيرة تخلين انا كمدير فني افكر كزا مرة ان انا مقبلش مهم التدريبين الاسبعيل. لا انا مقبلش ليه. انا الحمد لله يعني. ولا انت وبص له عشان انت ابن النادي. لا انا ابن النادي طبعا. ولازم اقع في جنب النادي. وانا مؤمن بالقدرات بتاعتي. مؤمن انا بالقدراتي ومؤمن بالامكانية بتاعتي الحمد لله. وعندي من العلم وعندي من ادارة الاندية في وقت الازمات ان انا اشتغل ازاي. وقابل ده كل ما اتوكى على ربنا صلى الله عليه وسلم وفي النهاية النتيجة دي وانجاح العمل ده مش بتاعي. مش بتاع حمزة ولا بتاع اسلام ولا بتاع اي شخص خالص. اكيد. انجاح العمل هم من توفير ربنا صلى الله عليه وسلم. انما الاسباب والوسائل والطرق الى اخره دي حاجة انا لازم ابزل في وجهدي كبير جدا جدا. وزي ما انا بقول ان القرار كان قرار مهندس احياء كومي والكابتن خالد طيب. في كواليس. لو نتكلم فيها نتكلم. اه طبعا بتاع الكواليس. لما 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 انا حمزة جي من من عمان. علت اصوات داخل مجلس ادارة ان حمزة مش رجل مرحلة. مش مفيش مشكلة. لو عايز تقول اسماء براحتك. لا مش انا مش حكاية ان انا عايز اقول اسماء يعني. مش رجل مرحلة. بعد كده لازم اجنبي. دي مرحلة الاجنبي. مش مرحلة حمزة. حمزة بقاله فترة. اه في الدور العراقي والدور السوداني والدور وهكذا يعني. فمشي اخوان براون. مع ان اخوان براون ما اشتبالش مدير فن فرقة كبيرة. واول مرة ايه مصر. مشي اخوان براون. جه اه حمد براهيد. ما فيش مشكلة خالص. حمد انا بعزه على الصعيد الشخصي ومحترم وبن النادي. قال لك مش رجل لمرحلة. ما فيش مشكلة له حمد. وانا اتمنى التوفيق للنادي. نفس الاسوات. مه. الصوت بقى على بعد ما مشي حمد. قال لقى حمزة مش رجل المرحلة. طب جه حمزة. حمزة مش كويس. فيحصل تعادل لك. احنا عايزين نجيب اجنبي. مش رجل المرحلة. حمزة حقق الترجط والهدف اللي احنا اتفقنا عليه. لقى مش رجل المرحلة. احنا نجيب اجنبي بقى جديد. لقى بقى. هم. لقى تا في مشكلة نفسية. هم. فقلا. امت حبقى رجل المرحلة? انا حمزة كمدير فني. هم. انا حبقى حبقى رجل المرحلة امت? بالنسبة لك انت كا. كلمة كده مش ادارية. ده هو هو رجل المرحلة هو اه يعني انا لما اعد كمدير فني مع مجلس الادارة. هم. واتفق على هدف معين. نعم. فبحقق. نعم. فبالتالي هنا بقيت رجل المرحلة. هل انت اتفقت على حاجات معينة حضرتك? ومنفستهاش مع مجلس الادارة? لا انا انا كل. عشان كده طلعوا وقالوا انه انه هو مش رجل المرحلة. اما تيه قايم مدرب يا كابت الاسلام. مفيش حاجة سنعر بالمرحلة. الرجل ده نتائجه ايه? اركامه ايه? اه. شخصيته قوية مع مع اللاعبين وانضبطه ولا مش انضبطه. هم. الاسلوب التاكتك بتاعه والنحة البدنية واه والاخر موجودة. تطوير الاداء. تطوير الاداء الفردي والجماعي. هم. ده التقييم. ان انا مجيش تقول لي ايه? لأ اصلا ما بيلعبش الناشئين. هم. لا ده مش بتاعتك. هم. اصلي فيه محترف او اتنين فاعزين نسواهم فلازم يلعب. لا ده ده كلام ده ده كلام مش مش منطقة خالص. يعني كان فيه محاولات. اه طبعا. تدخل في التشكيل. بص انا قول ما عدت مع مجلس الدارة قلت لهم لو عندك واحد في المية ثقة ما تجيبش حمزة. هم. اقول لي احنا عندنا ثقة. مش الكل طبعا. هم. احنا عايز حاجتين. عايز دعم وحماية. بس. وسبنا اشتغل. هم. تدعمني في قراراتي وتحميني من اي مخاطر حول الجهاز الفني. هم. اوكي? تمام. فاحنا اتفقنا. هم. ما تجيش مسلا تقول لي لعب الناشئين ناشئين وتوجه بعض. 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 مش الكل. في بعض الصفحات. العب بالناشئين. العب بالناشئين. واعلى عبد الرحمن المجدي. مش مهم عبد الرحمن المجدي. لا ده مش عايف. ده الشام يقعد. انا عايز اقولك فيه خطورة لو انا مشيت وراء هذا الكلام. كان هتبقى خطورة كبيرة جدا. والناشئين لعبه. انا بحرق الناشئين ده اولا. ما ينفعش. طبا. ما ينفعش. انا ايه? لعبهم خلاص. عشان نخلص من موضوع السوشال ميديا والكلام ده. ونبقى احنا عملنا اللي عليهم. قلتهم لا. ما فيش الكلام ده. انا عارف ان ان سين من اللاعبين اوساط هيبقى اداءه مش راقي او اداء مش فينا الاسماعيلي. واحرقه يبقى اديا مش امانة عمل. مش امانة شغل. طبعا. انا عايز اقولك حاجة. لو النادي الاسماعيلي. لقى ابنة بالناشئين ماتشي واتنين واخسرنا النادي اسماعيلي هبط. كنا عنيفقت ست نقاط. سهلا. اه طبعا. احنا 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 38 واللي هبط كام? واللي عاد كام? 36. لو خسرنا بناش خسرنا ماتشين. لو اتعدلنا ماتشين. لو انا مشيت مع مع الموجة. كده. لأ. انا لا اقبل ابدا ان انا انا كحمزة وجهازي. لأ. مش ممكن اعمل حاجة غير مقتنعة بيها. عشان اريح الميديا اريح. وبعد كده السوشال ميديا كدبت اعتذارات. اعتذار لا احنا بنعتذر ليك احنا بنعتذر ليك احنا بنعتذر ليك احنا بنعتذر ليك. لأ مش مش حكاية اعتذار. الحاضر افضل من الغائب. انا النهاردة اعرف بديل اللاعبين ازاي. وعندي لعبين بشتغل بيهم ازاي. وكل مرحب. يعني هنخش في شغل بعد كده.